قبل ايام فقط صرح المبعوث الاممي مارتين جريفث في معرض حديثه عن المشاورات اليمنية المرتقبة في السادس من الشهر الجاري بانها ستبنى على ما تم انجازه في اللقاءات الثلاثة السابقة في بيال وجنيف والكويت اليوم يصرح وزير الخارجية خالد اليماني بانها ستكون غير مباشرة رغم وجود الاطراف اليمنية في ذات المدينة وربما في ذات المبنى ما يعني بان المواقف متصلبة اكثر من اي وقت مضى وان حديث جريفث عن التراكم يختص به وحده تأخذ الاطراف اليمنية العزة بالاثم او ربما ان ما وصلت اليه الاوضاع في اليمن ما زالت غير كافية بنظر هؤلاء للجلوس بشكل جاد وتقديم التنازلات ولا سبيل لفهم هذا بغير عدام المسؤولية وقلة الضمير وان كان الامر بان للشرعية الحق على حساب الميليشيا التي انقلبت على الدولة والنظام الواقع او المفترض انه يتحتم ادانة الطرف المعرقل للحل بدلا من مداهنته ومحاولة الترتيب على كتفه فما عاد بالشعب قدرة امام الازمات المتفاقمة التي ولدها الانقلاب لكن على ما يبدو بان المساعي منصبة في التحايل والمراضات اكثر من التعامل الصارم والملزم بالعمل الجاد وفق محددات الحل الثلاث التي اقرها المبعوث الاممي وترفضها الميليشيا وهو ما يعني ان المشاورات القادمة متجهة نحو الفشل مثل سابقاتها فما حضيت به مشاورات الكويت من دعم ومساندة اقليمية ودولية لم يكن بمقدورها زحزحة مواقف الاطراف رغم ان الفرصة كانت مواتية اكثر من اي وقت اشاهد في كل هذا ان الكثير من المعطيات سواء العسكرية او السياسية لم تتغير وان ما كان يعول عليه من تحقيق انجازات عسكرية تسهم في اجبار الميليشيا على تقديم التنازلات لم تتحقق فعلى ماذا يبني المبعوث الاممي اماله ليس واضحا حتى الان الواضح ان لا احد يبدو جادا في التعامل مع مأساة شعب يموت بعزة وبصمت